ليلة عيد السيدة ببحمدون معارض سوء للمأكلات من حلويات وغيرها بالإضافة لحفلات موسيقية بيجتمعوا حول أهالي البلدة وبيحتفلوا بها العيد كل شي عم بيصير بيدل إنه بيدل عنا أمل رغم كل شي بيدل عنا أمل بلبنان ياللي مرأة عليه كتير 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 مرأة عبر التاريخ وضلينا جامدين هالعيد اللي بينطروه أهالي بحمدون من سنة لسنة بالرغم من عدم موجود بالبلدة كنيسة للسيدة بل كنيسة ليمار جرجس للموارنة والروم كتار من الناس بيجهلوا السبب وراء احتفالهم بعيد السيدة الأخبار بتقول واللي بتنقلوها الناس أكيد بالتقليد الشفاهي اللي بنسميه نحنا أنه من 240 سنة صار فيه وباء بيبحمدون المرض الأصفر أو الطعون بنسميه يقال أنه زار المطران الضيعة ولكن الأهالي منعوا أنه يفوت لأنه أو طلبوا منه أنه يفوت وتمنوا عليه أنه ما يفوت كرميل ما هو ينصاب بالوباء كمان ولكن هو أصر أنه يفوت ومعه كان آيكونة العذرة يلي الأخبار كمان بتخبر أنه صار فيه شفاء من هذا الوباء بالضيعة فيما بعد بيخبروا أنه ظهرت العذرة وطلبت أنه ينعمل أمح كل سنة بعيد السيدة سيدة الانتقال ويتوزع على الناس وخاصة الفقرة ولكن أهالي بحمدون مع الأيام زادوا اللحمة على الأمح وصرنا ناكل الهريسة كل سنة لهالسبب من تقاليد وعادات أهالي بحمدون تحضير طبق الهريسة وتقديمه للموجودين بالمهرجان مجانا عند استباقه بآخر السهرة كندر بتم إفاقه من سنة لسنة عربون شكر للسيدة العذراء على حمايتها للبلدة رغم كل الزروف اللي ممكن يمرق فيها البلد بيبقى لعيد السيدة نكهة خاصة بمختلف المناطق اللبنانية وبحمدون الضيعة واحدة من هالبلدات اللي بتحتفل فيه بأجمل وأحلى طريقة ممكنة طالبين من سيدة لبنان حماية هالبلد وشعبه